شهدت قرية بيري بإقليم مايوكي بشرق افتتاح مجد لصلاة الجمعة ومدرسة ابتدائية عربية المناسبة رأسها نائب محافظ جريندنغ الريفي محمود مثلفيل والمزيد من التفاصيل ضمن البرامج والأنشطة التي تقوم بها جمعية القلم من أجل الثقافة والتنمية فقد قامت الجمعية هذه المرة ببناء مسجد ومدرسة ابتدائية بقرية بيري التابعة لإقليم مايوكي بشرق الواقعة على بعد ثلاثين كم من مدينة جلندنغ هذا وقد ترأس حفل افتتاح هذا المسجد نائب محافظ مدينة جلندنغ أوبيي محمد طاهر حيث أما المصلين في هذه الصلاة الإمام الشيخ مالا بابا رئيس المجلس العالى للشؤون الإسلامية فريع بنغور عدة كلمات تخلت المناسبة جلها تتمحور حول الحفاظ على هذا المسجد وممتلكاته ونظافته المتكررة وذلك من أجل أن يؤدي فيه المصلين صلواتهم الخمسة وعباداتهم كالأذكار والأدعية وتلاوة القرآن وتنظيم الدروس الدينية من جانبه شيخ كانتون بيري هو الآخر قدم شكره للجمعية على ما قامت به من عمل مثمر لسكان قرية بيري متمنيا للجمعية مزيدا من التنمية والازدهار طالبا من أعضائها بذل الجهود والاستمرارية في هذا النهج هذا ونشير إلى أن جمعية القلم من أجل الثقافة والتنمية هي جمعية تعمل في مجال التنمية بغية مساعدة الفقراء والمساكين وكذا العمل في القدمات الإنسانية والاجتماعية